الحديثة أكثر حول هذا التكريم إذن يحضر معي في البلاتو المصاميم للعالم كريم أكروف مرحبا بك معنا نسلمك نشكركم على الاستضافة لا يعيشك لا يعيشك كريم أكروف قبل ما نتحدثوا على التكريم مبروك عليك على التكريم أولا نعم شك شعرف لي ثانيا نتحدثوا عن الاحترافية التي هي قفزة احترافية لحقة للعالمية التي أوصلتك إلى العالم يعني وتحكينا على هذه القفزة والله هذه أنا بروحي ما نشمع من هذا النجاح هذا يعني يعني ولدت عندي صادت كبير في الجزائر والخارج الجزائر والناس تحبني وتثيق في التصاميم التاعي هذا كنت هو اللي يخليني كما كي شارجي وان بوطابل اللي نحجي تاعي هو الجمهور كيكون عندك صادت ويحب أن نزيد نختم أكثر ونبين أكثر في التصاميم التاعي أكيد تصاميم مميزة شكرا نتحدثوا على تصاميم 2019 ربيع وصيف 2019 2019 و2018 قدرت كوريكسيون وعني نوجد فيها قدرتها عندها شهرين في باريس في فندوق جورجو سنك وعملت ضجة كبيرة في الجارية أوروبية وحتى في العالم وحتى في الجزائر اللي تخدش يتابعوني في الغيزو سوسيو وقبلها بارك ثانية عملت في مصر اللي راني متعامل معهم بزافة شنوارت كيرو درت مع أكبر مصممين في البلدان العربية ثاني وين عودت حيات القفطان الجزائري وعطيت له بصمة ببصمة كريمة كروف وأعجب بزاف الناس حتى خوتنا المغارباء اللي درت معهم العرض للأسياء حياوني وقالوا لي في غيمة يعني ما شاء الله دونك هذا كامل يقول لي شارف الجزائر بس كحناك نمشو الخارج صح نتعبون عملوه صح لازم نمدوا الصورة الإيجابية نعطوا الصورة اللي لازم نمدوها في العالم كما قلت البارحة في شركة أستر اللي نشكرها على التخفي اللي عطت لي نقولهم علش ما نقولوش احنا الجزائر هي الكابيتال دولامود في البلدان العربية شاء الله نلحقوا نهار واني يعدوا هما يجوا كامل البلدان العربية تتناتاني نحاول نسيهم بعد نجيبهم باش نمدوا نظرة بس قعدنا توراث كبير الجزائر قد ما نديروه ما يكفيش قليل يعني لو تحسوا على الميزة اللي تميز كريمة كروف عن باقي مصممين الأزياء عبالك هذا سؤال شباب أنا نقول باللي مثلا كل صحفي عنده نظرية في الكتابة مثلا في التصميم عندنا شاك خياتور عنده لزيدة يتوعو الكونسب تاعو ديفو أنا في الليل نكون راقد نعم نمشي في طريق نصمم على تخافيغ مرأة تمشي هكذا والله وبعد نعود ندسينيها كما كنت ندير اسباح وبعد نحاول في الأبقاتيك دستوها حتى نتخرج حاجة بيصدوا منبوكوا لأوت كوتور يعني الخياطة من النوع الرفيع الناس تحساب لي هي حاجة سهلة و هي مجهة سهلة نقدروا مودان نقعدوا فيها شهرين ثلاثة بش نسموه بش يخرج فيه التعب وفيه مجهود كبير لو انت حدثوا الآن على أهم الأسماء اللي يلبس كريم أكروف نبست بزاف هذه المتلاح يبارك نبدأ بالأخرى اللي عاملت ضجة كبيرة يلا نسترين طافش نسترين طافش هذه نسترين طافش قنوات واحدة أخرين كلموني وحصلي شعف بش يلبسها هي ديجا نسترين طافش من المحبين توعي يعني هي تحب بزاف تصاميم توعي وكلمتني عندها عامش لبسها ونا في الصوش الميديا يجوني بزاف الميساج دونك ما شفتش هذه المرة قلت لهم أنا تيجات الجزائر وطلبوها قلت لهم حبيت كريم أكروف هو لبسني دونك اكتوالما نسترين طافش نقوله هي أكبر ممثلة في فول البلد جزائرية في البلدان العربية يعني تبعا بغا دي مليون دي برسان فلاخر دونك احنا هذا هو الهدف دين من نقول كريم أكروف كي لبس إذا مي مدرسال أنا كي لبسني سرين طافش كي ماركي تشوفي في السوشال ميديا هادليامات تبلوكاو بندن 4-5 جور ستين نسرين طافش تولي غيزو سوشيو بغلي دون نسرين طافش وين حيات البلدان الجزائري نعود أنه اللي كريم أكروف مدارش صح أعطاله بسمة جديدة بصح البلدان إلا توجوغ إكزيستي دونك أنا برك أعطيت له بسمة حديثة لأننا في 2018 2019 والهدف تعيه هو اللبس أكبر الفنانات منهم في مهرجان مثلا السينما اللي جاز هنا العالمي تعسيني بفوارن حصا اللي شارف وينلبس شكرا المرتدى هي من سوريا حتى عدو يكتبوا لي من سوريا قالوا لي وش هذه الحكاية رأي كتبس بزاف سوريات شكرا المرتدى هي فنانة كبيرة كبيرة سوريا نعم وطلع في باب الحارة وكامل لبس ثاني تقلى شامعون اللي هي من بيروت وطلع الأكبر أفلام اللي بس من المغرب اللي بس كفير منهم وطلعما اللي بس بزاف ثاني من الغرب اللي نحييها بالمونسابة ستالكي من نجيغي يعني اللي بس تساميم كريم أكروف في الجزائر وخارج الجزائر très bien parlons de l'événement اللي رحيكو إنشاء الله le 5 avril رحيكو هد l'événement تا كريم أكروف ورحي ورح يحضر فيه رح يحضر فيه مصممين زي عالميين كذلك في هذا هذا المرة إن شاء الله في المستقبل أنا بس كذلك تعرفت بزاف بالمصممين العالميين اللي والله زملاء أصدقاء كان عندي حلم أغاف هو ثدي يعني كريم أكروف الجمهور الجزائري من حقه يشوف تصاميم بتاعه في بلاده نحن نوليد نختار لا نروح أي مكان نروح مكان اللي يزيد فيه مثلا الحب كمال المقاييس العالمية باش نمد المستوى انتعنا باش نمد صورة اللي بليحة نحن إن شاء الله يوم 5 أفريل لحيانة عربية إن شاء الله نقول الجمهور اللي يحبني يدخل في الغيزيو سوشو راح ندير عرض أزياء ندير عرض أزياء كبير وندير فيه 50 قطعة ويكون ويناح يكون في الاشرع لكل الفندقة مدرسة الفندقة نعطيك بعجالة فقط أسماء عربية عالمية وجزائرية وتقول لي تختار اسم واحد فقط لمن تختار باش تلبس لهذا الفنانة واحدة من الفنانات نعطيك في العالمية ليدي جاگا أو جيني فعلو بيس أو ماريا كاري تكون تختار تلبس لها مثلا بدرون جزائل ماريا لوبز زيدي جاگا ماريا كاري تلك ماريا كاري عندها 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 حاجة محبوبة من الجمهور الأمريكي ثاني وله لو تختار الأمس نجمات العربية نجوة كرم نادي ناسي بن جيم أو إليسا أظن إليسا إليسا نعم نحبها بزيف طيب أمل بوشوشا كنزا مرسلية ومانا لحب لي ما شاك يديري لي أقدر نحبهم جاو طيب الجزائريات في ثلاثة معلوش ندبسهم في ثلاثة ماريا كاري طيب كريمة كروف نشكرك على على الحضور أنا لنشكركم إن شاء الله لوسان كافغيل إن شاء الله إن شاء الله نحضروا لحب لي مرحبا بكم إن شاء الله لا يا هشك قلات النهار تكون معنا إن شاء الله نحضروا التغطية وحبا كل صحافي إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك وشكرا لكل مشاهدينا الأكريم